نصائح تهمكم نصائح تهمكم ونصائحنا اليوم عن ضرورة العلاقات المهنية وأهمية هذه العلاقات لك في عملك وخاصة هذا الأمر مهم جدا للعاملين في مجال الإعلامي لأنه ضروري جدا أن تكون لديك شبكة من العلاقات يستخف الكثير من الموظفين بأهمية شبكة العلاقات التي ينسجونها مع غيرهم فيما يعيرها آخرون أهمية كبرى لما لها من منفعة على المدى الطويل في حياة الشخص المهنية فشبكة علاقاتك المؤلفة من زملائك والمعارف جراء محيطك المهني وأيضا مرورك بمرحلة الدراسة مهمة بما إنها قائمة على علاقات مهنية داعمة ومشجعة شبكة علاقاتك تساهم في تقدمك المهني يرى الكثير من المهنيين إن ما تساعد في شبكة علاقاتهم المهنية هو تأمينهم لمعارف يمكنهم اللجوء إليهم خلال بحثهم عن وظيفة لكن مساهمة هذه الشبكة في تقدمهم أكثر بكثير من ذلك وتتلخص في الآتي أولا اختيار المهنة عندما تقوم باختيار المنح المهني الذي تدخل عبر مجال العمل أي عندما تنتق المهنة الأفضل لك عليك أن تجمع المعلومات عنها وعن الوظائف فيها ومن أفضل الطرق للتعرف فعلا إلى المهنة وطريقة العمل فيها هي عبر إجرائك مقابل معاد أحد الأشخاص العاملين أصلا فيها اطرح عليه الأسئلة واستفسر عن الأمور المبهمة بالنسبة إليك تعرف إلى الأمور التي يحبونها في المهنة وإلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها وما يعطيك صورة شاملة بانورامية عن المهنة المحددة توظيف الأفضل إذا كنت مسؤول الموارد البشرية في شركة معينة فأنت تعلم كم أن مسألة اختيار الموظفين الأنسب دقيقة ومتعبة هذا ما يفسر الراحة التي يشعر بها عندما تلجأ إلى شبكة علاقاتك للتحري عن الشخص الراغب في الوظيفة أو عندما تطلب من معارفك طرح أسماء أشخاص مؤهلين لتحمل واجبات الوظيفة الشاغرة تفيدك أيضا العلاقات المهنية في إنجاز مشروع عمل قد تكلف بمشروع عمل يتطلب منك خبرة في مجال معين أو ناحية معينة لا خبرة لديك فيها وفي أغلب الأحيان من يساعدك هو شخص من شبكة علاقاتك المهنية أو إن شخصا من هذه الشبكة يقترح اسم أحد أصدقاء أو معارفة من شبكتها الخاصة فالعلاقات المهنية تتشابك في نهاية المطاف مشكلة خيوط عن كبوتية شبيهة بالشبكة الإلكترونية أيضا تفيد العلاقات المهنية وشبكة العلاقات في التعرف على عميل أو زبون محتمل لحماية شركتك تسعى لمعرفة أكبر عدد من المعلومات عن زبائنك خصوصا عندما يكون الزبائن شركات أخرى لا تتردد في استفسارك عن عملائك الزبائن المحتملين قبل نسجك علاقات تبادلية ومهنية معهم فإذا كانت لديهم سابقة مالية سيئة أو أظهروا عدم جدية في العمل يمكنك أن تتخذ احتياطاتك المناسبة من يجب أن يكون في شبكة علاقاتك؟ تتسعى شبكة علاقاتك لكل الأشخاص الذين تعرفت إليهم وتمتد إلى معارف هؤلاء الأشخاص أيضا لكن بالمجمل لا يجب أن توسع كثيرا من شبكتك الخاصة لأنه سيصعب عليك إدارتها لكن هناك عدد من المهمين والضروريين لك في شبكتك المهنية وشبكة علاقاتك منهم زملائك الحاليون والسابقون يعتبر الزملاء في العمل أبرز الأشخاص في شبكة العلاقات إذ هم في الخندق نفسه معك وعندما سيساعدونك سينعكس الأمر عليك إيجابا بما أن المهنة ستجمعكم بمشروع ناجح مثلا ما يشرح تحالف الزملاء لافتتاح مشروع عمل مستقل في الكثير من الأحيان كما ذكرت إحدى الصحف الأمريكية لكن عليك الانتباه من الزملاء الحاسدين لأنهم سيظهرون أنهم في موقع داعم لك فيما هم في موقع منافس لك ولا يستحقون ثقتك بهم زملائك في المهنة هم الزملاء الذين لا تعمل معهم في المكان نفسه إنما في المهنة نفسها أي تشاركون المسؤوليات والواجبات لكنها عائدة إلى موظف مختلف من الضروري أن تنسج علاقات مع هؤلاء خصوصا في الحفلات العامة والمناسبات المهنية الاجتماعية إذ يمكنك تبادل الأفكار والهواجس والنقاش في تطوير المهنة معهم المدربون والأساتذة الجامعيون وزملاء الدراسة لا يجوز أن تنقطع كليا عن فترة دراستك الجامعية فأنت أسست لمهنتك ومستقبلك خلالها حافظ على عدد معين من العلاقات الوثيقة مع زملائك في الصف وظل على اتصال بمدربيك وأساتذتك لما يتمتعون من خبرة يفيدونك منها عبر النصائح والاقتراحات كن دائما شاكرا لهم وعد إلى تلك المرحلة كلما شعرت أنك تجنح عن الخط الذي رسمت لحياتك المهنية فهي المرحلة الأساسية حيث كنت مندفعا للعمل ولدخول مجال المهنة وأخيرا شبكة علاقاتك ترتكز على عائلتك وأصدقائك أيضا لا تتفاجأ فعائلتك وأصدقائك هم أيضا ضمن شبكة علاقاتك هم أكثر الأشخاص المهتمين بنجاحك مما يحتم عليك إعلامهم دوريا بنجاحاتك وأيضا إخفاقاتك حتى تتعدد معارفهم ويساعدوا قدر الإمكان وفق ما ينصح به أحد المواقع المختصة في هذا الشأن خصوصا أن كل صديق لك يتخصص في مجال معين ولديه شبكات خاصة أيضا ويمكن أن يكون نسيب لصديق مقرب أيضا من شخص آخر قد يقودك إلى خطوة مهنية ناجحة في حياتك إذن علينا أن نحتفي بشبكة علاقاتنا ونوسع هذه الدائرة قدر الإمكان لأنها مهمة وضرورية لنا في مختلف مجالات العمل لكن أيضا إدارة شبكة العلاقات بحكمة وأيضا بطريقة خاصة حتى لا تتسعوب وبالتالي يصعب عليك السيطرة